يا مساء الفل حباية بقلبي يا رب كلكم تكونوا بقل في صحة وخير خلينا بقى كلنا نبقى متفقين كده ان احنا زهقنا من البنية ومن الناجتس ومن الحاجات التقليدية جدا دي وفي نفس الوقت بيكون امكانياتنا هو صدر فرخة واحد نقدر نعمل بيه وجبة كاف عيلة من خمس لستة افراد النهاردة ان شاء الله هنحل المعادلة دي بصدر فرخة واحد هنقدم اكلة حلوة جدا وجديدة جدا وهتعتمديها بدل البنية وبدل الناجتس فيلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وراء وقلم وكتبي وراء بصوا بقى يا حباب قلبي ده صدر فرخة اهو زي ما اتفقنا انا قبل كده كنت عاملة معاكم في وجبات التوفير ان انا بخلي صدور الفراخ لوحدها والوراج بعملها لوحدها اول حاجة ببدأ اعمل الفراخ بتاعتي او صدر فرخة شريح شايفين الحتة اللي انا قطعتها دي اللي هي الفليتو بقطعها كده وبحاول راقها فاصبحت قطع معايا ده صدر فرخة واحد اسمته نصين يعني ده نص صدر وده نص صدر كل نص صدر هيطلع معايا تلات قطع حلوية شايفين القطع التانية اسمتها بصوا هنا مش اهو مش هزبق حاجة ادي القطع الفليتو قطعتها وبعدين قطعت السدر قطعتين لو حسيتي ان السدر من فوق مليان او تخين او حاجة تقدري ترققيه بالشكل ده تمام كده اصبح معايا ست القطع طبعا لو هنقطعه بني كان هيقطع معاك اكتر من كده لكن انا مش عايزة بني بعد كده هحضر الكبه هحط فيها بصلتين وفصتوم واربع فلفلات متنظفين ومتقطعين ملح وفلفل اسود وتوم وبصل بودر وبابركة وهبدأ افرم الكلام الجميل ده فرم ناعم وهحط لهم كمان معلقة من الخل افرمه كويس جدا لحد ما ينعم معايا ويجيب ميته حابة اضيفي اي توابل تانية زي ما تحبي بس انا التوابل اللي انا قلتها دي اساسية معايا وهكتبها لكم ان شاء الله فاول تعليق على صفحتي وكمان هسيبها لكم في صندوق الوصف في قناتي على اليوتيوب ايموت شانل بعد كده هبدأ اصف البصل ده لاني محتاجة المية لوحدها والبصل لوحده يعني مفيش حاجة هتترمي معايا المية دي انا هبدأ اتبل بيها صدور الفراخ معايا طبعا تقدر اضعف الكميات زي ما تحبي هتبلها كلها في المية طبعا اللي هيتبقى من المية بعد كده برضو هنحتاجه مفيش حاجة من اللي عملناها هتتركن او هتترمي بازن الله هتبل كل الصدور معايا بالشكل ده بس بتأكد ان انا كل قطعة من صدور الفراخ تبلتها لوحدها انا عايزها كلهم كلهم كده يشربوا معايا من المية بتاعة البصل دي هرجحهم كده في الطبق تاني وهغطيهم وهاركنهم لمدة حوالي ساعتين بعد كده هحضر معايا البصل اللي انا كنت فرماهه صفيت ميته موجود وزيتون ومعايا شرايح جبنة متزرلة تقدر تعملي بشر بطاطس مع البصل وممكن متأيديش بالمقادير او الحشوة اللي انا هحشي بها دي تقدر تحشي اي نوع خضار غير الجبنة المتزرلة هبدأ ااخد قطعة قطعة كده من صدور الفراخ افرد عليها من البصل اللي انا كنت متبلاه وقطعة من الجبنة وشرايح من الزيتون وبصوا اتلفت معايا عاملة زي الحمامية في ايدي كده وهبدأ اقفلها كده بخلال خلال الاولينية كده خرعة فاقفلها بواحدة تانية اتأكد ان هي تقفلت كويس جدا معايا بالشكل ده هعمل واحدة تانية معاكو هعمل بقى اللي هي القطعة الفلتو اللي انا بقطعها من ورا علشان الناس بسمت ايه ما تقلقش منها او حاجة المهم هو انا بفرد التدبيلة دي اسبتها كويس جدا بايدي بصوا الف كده معايا هتلفها هتبقى زي الفل بصوا عاملة الزيت ده اللي ما تستوي بقى بيبقى شكلها احلى واحلى كمان افلتها بقطعة كده من الخلة كله بقى جاهز معايا طوصة بقى على النار وهحط فيها قطعتين زبدة ومعلقتين زيت وهبدأ احمر فيها الصدور دي هديها تشويحة كده انا عايزة اديها تشويحة ولون تمام ده ما يعتبرش السوى الكامل لها ما قلت تقدري تحشيها اي حشوة تانية ما تتأيديش بحشواتي تقدري تبشوري خضار على البصل المبشور اللي احنا كنا حطينه اللي هو التدبيلة نفسها اللي صفناها تمام تقدري تبشوري عليها بطاطس كوسة طماطم زي ما تحبي بقية التدبيلة اللي معايا حطتها في ارضية الصنية بالشكل ده يعني اللي هيتبقى معايا برضو مش هارميه كل حاجة فاضت معايا من الحشوة فرتها في ارضية الصنية بصوا بقى هنا النار لازم تكون علي عشان طبعا الفراخ ما تجيبش عصارتها معنا شايفين اهو فرشة كل حاجة في ارضية الصنية عادي جدا هابدأ ارص عليها بقى قطع الفراخ اللي معايا شايفين شكلها عايز اقول لكم ريحتها كاية مميزة جدا طبعا بترصيهم بقى رصة شيك كده في الصنية دي بقى بقيت مية البصل اللي كانت في التدبيلة حطيت عليها معلقة زيت وكمان ضفت قطعتين من الزبدة في الصنية مع صدور الفراخ اما مية البصل ضفت عليها معلقة زيت معلقة صلصة ومعلقة من العسل الابيض ورشة من الملح على الفلفل الاسود وهبدأ بعد كده اغطي بها صدور الفراخ لو ما عندكيش عصر ابيض تقدر تستغني عنه وتقدر تحطي مكانه نص معلقة صغيرة من السكر وده بيعمل ايه لما بيدخل الفرن بيتكرمل وبيدي معاك يوش متحمر وجمي اغطيت كله بالتدبيلة وبقيت تدبيلة حطيت عليها نص كباية من المية وضفتها زي ما احنا شفنا كده حوالين صدور الفراخ انا عايزة كده الصنية بتاعتي يكون فيها صوص بعد كده اغطيها كويس جدا بورق فويل وهدخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في الوسطة هتاخد معايا ربع ساعة وبعدين هشيل من عليها ورق الفويل وهحطها تحت الشواية لمدة لحظات تتحمر عملت كمان جنبها رز مبهر كنت عملت معاك كتير قبل كده زمان تمام فما كنتش محتاجة ان انا عمله مرة تانية قدامكم لو حابين نعمله فيديو لوحده اكتبوا لي في التعليقات وانا اعمل لكم احلى رز مبهر في فيديو مفصل لوحده ده بقى شكل الفراخ معايا بعد ما خلص تبصه تحس انك بترسي حمام على الرز شكلها ما شاء الله اللهم بارك يفتح النفس لونها جميل طبعا لو في خلة بنشيلها وعملنا ست القطع من صدور الفراخ من صدر فرخة واحد عملنا بجد واجبة تشرف السوس بقى اللي هيتبقى معايا ده بقدمه جنب الفراخ وجنب الرز بيبقى حلو جدا الولادة عندي بيحطوا على الرز وبيبقى كمان في صلطة خضرة جنبها وصلطة الطحينة للي حابب يكمل معانا الصفرة ده بقى فيديو النهاردة وده كان شكل الطبق النهائي معايا شكل طبق فخم ويشرف وحلو قوي كمان لو عملت في عزوم او حاجة ما تنسيش بقى يا عسلينتي وهي تحطيلي لايك وشير للفيديو واشتراك في قناتي على اليوتيوب باي باي اشتركوا في القناة